السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الشعب المعمرية تخصص أعمال البناء أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة معاكم النهاردة إن شاء الله الأستاذ نصر محمود علام معلم خبير النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حلقتنا بالنسبة لمدتنا النهاردة وقربنا على دخول الامتعانات هنعمل مراجعة إن شاء الله على مدية تخطيط أعمال البناء وهنبدأ إن شاء الله في الأسئلة بتاعتنا اللي هي المتوقعة إن شاء الله وندعي ربنا كدوات ما يخرجش عنها اللي متعان إن شاء الله تعال مع بعض كدوات نشوف أول سؤال مع بعض أول سؤال بيقول من خلال دراسك للعطاءات طبعا إحنا عارفين يا شباب إن عندنا تخطيط وقدارة الإنتاج في عندنا جزئين أو ثلاث أجزاء منهم اللي من ليه في التخصص بتاعنا أول حاجة جزء المواصفات الجزء المواصفات والعطاءات الجزء التاني التسمين والجزء التالت اللي هو حساب الكميات يبقى إحنا عندنا تخطيط وقدارة الإنتاج عندنا ثلاث إيه؟ ثلاث أجزاء إيه هما؟ أول حاجة هنتناقش مع بعض النهاردة إن شاء الله في الجزء المتخصص بتاعنا من الحلقة هنتكلم على جزئية المواصفات وإيه الأسئلة المتوقعة فيها إن شاء الله؟ الجزء التاني حساب حساب تسمين الخمات وحساب الكميات حساب الخمات والتكاليف بتاعته الجزء التالت إن شاء الله اللي هو حساب الكميات طيب المادة بتاعتنا دي من كم درجة شباب المادة بتاعتنا دي من ستين درجة من ستين درجة يعني تقريبا تسع في المية مهمة جدا جدا وإن شاء الله تبقى بسيطة عليكم والثالثة وسهلة إن شاء الله وعاوزين ننظم الإجابة بتاعتنا كل سؤال في صفحة ونحدد السؤال دي في الصفحة دي بعد ما نسطرها طبعا حضرتك بتكتب البيانات بتاعتك واضحة وبعد كده هو بتاخد أول صفحة تمام أو بتعد أول صفحة وتروح مسطر ونبرز كل الصفحة بتاعتك وتحدد السؤال دي الأول يبقى حضرتك بتكتب إجابة السؤال الأول أو إجابة السؤال الثاني حضرتك بدأت بالأول أو الثاني أو الثالث ما فيش مشكلة بس بإيه عشان تبقى الأمور واضحة والإجابات بتاعتنا واضحة وبينة تمام عشان تاخد حقك في الدرجات فبتحدد إجابة السؤال الأول أو الثاني أو الثالث طب تعالى بقى نشوف مع بعض كده جايب لأول سؤال إيه في الجزئية بتاعت المواصفات أو الخاصة بالمواصفات والعطاءات تعالى مع بعض كده على السليس قال لي اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين حضرتك هتقرأ السؤال مرة واثنين وما تستعجلش إحنا مش عايزين نضيع ولا درجة رقم واحد مدة سريان العطاء نقط مدة سريان العطاء وجايب لتلات اختيارات ما بين قوسين أول حاجة سلاسة أشهر فصلة خمسة أشهر فصلة ستة أشهر إيه بقى الإجابة بتاعتني يا شباب سلاسة أشهر تعالى نشوف مع بعض كده أيوة سلاسة إيه سلاسة أشهر حضرتك عايز تكتب السؤال وتروح حاطة الإجابة وتحط تحتها خط ما فيش مشكلة سهلة ممكن حضرتك تروح مجاوب على طول وتروح كاتب الإجابة بتاعت رقم واحد سلاسة أشهر كلها برضو هتتحسب لك الدرجة بتاعتك هي هي رقم اتنين التأمين اللي ابتدائي قدره التأمين اللي ابتدائي قدره نقط واحد في المية ولا اتنين في المية ولا خمسة في المية يبقى كم في المية شباب؟ اتنين في المية تعالى نشوف كده أيوة يبقى التأمين اللي ابتدائي قدره كام؟ قدره اتنين في المية حضرتك لما بيتروح تشتري الكراسة كراس المواصفات وتقرى البنود وتقرى بنود الأعمال اللي حضرتك عايز صاحب الموقع أو المهندس المالك عايز ينفذ الكلام دوت حضرتك بتشتري الكراسة وتصنف كل بند وتكتب الخامات المطلوبة وكمياتها وتكلفتها وبعد جواد بتزرف الكلام دوت وبتروح مسلمه بعد جدا هو بيتحدد مدة أو تاريخ لفتح المظارف كل المظارف بتتفتح في وقت واحد يبدأ بقى بالمظروف الأولاني الثاني لغاية ما نخلص فتح المظارف ونشوف أقل سعر أقل سعر الأقل سعر دوت يا باش مهندس حضرتك بتروح تقل أنت عامل المواصفات وعامل التكاليف بتاعتك تمام بإيه مثلا عشر تلاف مثلا للشغل بتاع أو اتنين مليون مثلا بتحسب قيمة الاتنين في المية بتاعتها وبتروح توردها عشان ما يبقاش يبقى فيه جدية للتعامل ما يبقاش مثلا حضرتك بتروح بتروح مسلم القراسة وبعد جدا يا باش مهندس مليون لا مليش مزاج أن أنا مثلا أكمل في الشغل دوت لا يا باش مهندس حضرتك بتدفع قيمة التعميل اللي بتده اتنين في المية لما يرسع عليك العطا اللي هو أقل جودة جودة الشغل وجودة الخمات وجودة العمل بتاعي تمام بعد ما يرسع عليك وبأقل تكلفة ما هو كل اللي بيقدم المزاريف ديت ده بيقدمها مثلا باتنين مليون ده باتنين مليون مثلا ونص ده اتنين مليون وربع اتنين مليون ومثلا ومثلا أقل تكلفة أنا كده كده اشترطت عليك أن أنت هتعمل للشغل ده أنا لقيا بقى أن أنا أخطار كده كده أبو اتنين مليون زي اللي أبو ثلاثة مليون زي أبو خمسة مليون يبقى اللي هي اللي هيعملولي ده هيعمله ده يبقى انا اوصل او اختار اللي هو اقل تكلفه كده كده انا اشرت عليك وفيه عقود وفيه كل حاجة تمام حضرتك هتختل اللي هو ايه اقل تكلفه لو ما نفسش الكلام ده بيبقى فيه غرامات تأخير وفيه ايه وفيه مصاريف حضرتك بتتخصم من عليك من التأمين ده بعد ما بيرسى عليك العطاء بتكمل الاتين في المية ده بتوصلها الخمسة في الايه خمسة في المية يبقى التأمين اللي ابتدائي قيمة التأمين اللي ابتدائي قدره كام يا شباب اتنين في المية طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده توقع غرامة تأخير على المقاول بواقع نقط عن الاسبوع الاول يبقى المقاول لو تأخر في تسليم الشغل اول اسبوع بوقع عليه غرامة ايه واحد في المية ولا عشر في المية ولا خمسة واشر في المية ها ايوة سامع واحد شاطرة هو تفاكر الكلام اللي احنا قلناه تمام قال لي واحد في المية واحد في ايه واحد في المية برافو عليك شاطر ايوة كده عايز الناس تبقى ايه صحية معايا تمام ومركزة تعالى ننتقل ليه النقطة الرابعة يستحق المقاول مكافئة انجاز قدرها نقطة خمسة في المية ولا عشة في المية ولا عشر في المية يستحق المقاول زي ما احنا جدوات ايه زي ما انا بعمل في السؤال بعيد السؤال مرة واثنين عشان ايه احدد ما استعجلش لان الغلطة الغلطة في ديات بتضيعها على طول درجة السؤال اللي هي مثلا درجتين أو خمس درجات هل هي خمسة في المية ولا عشرة في المية ولا عشرين في المية لو أنجز في المعات بتاعي هكافؤه هدينه مكافأة كم في المية؟ عشرة في المية يا شباب يبقى يستحق المئاول مكافأة إنجاز قدرها إيه؟ عشرة في المية تعال نشوف النقطة اللي بعد كده يضمن المئاول الأعمال لمدة نقطة من تاريخ التسليم الابتدائي يضمن المئاول الأعمال من نقطة من تاريخ التسليم الابتدائي هيدمنها لمدة إيه؟ سنة؟ سنة واحدة؟ ولا ثلاث سنوات؟ ولا عشر سنوات؟ أول ما بيكتب تاريخ التسليم الابتدائي إن أنا سلمتك الشغل تسليم ابتدائي تمام؟ حضرتك أنا بضمن لك الشغل اللي أنا سلمتولك دوات لمدة سنة لمدة إيه يا شباب؟ أيوة لمدة سنة يضمن المئاول الأعمال اللي هو تم تنفذها لمدة إيه؟ سنة كلام دوات من تاريخ إيه؟ من تاريخ البدائي؟ لا من تاريخ التسليم الإيه؟ الابتدائي تعال ننتقل ليه سؤال تاني من الأسئلة برضو اللي بتجيلي في الامتحانات سؤال صح وغلط ممكن يجيلي السؤال الأولاني ده اللي هو اختار من بين الأقواس أو ممكن يجيلي سؤال إيه؟ صح وغلط وممكن يجيلي سؤال مقال ده على برضو كلام ده هنشرحه في فحلات المراجعات بتاعتنا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطئة مع تصحيح الخطأ يعني هو ما قال ليش يا شباب إن أنا حطت علامة صح بس جدهوة وخلاص يبقى أنا خدت الدرجة أو علامة خطأ وارح سايب إيه؟ وارح واخد الدرجة لأ قال لي لو هي لو السؤال بتاعي خطأ يبقى أنا هذكره ليه؟ التصحيح بتاعه أو سبب الخطأ بيه؟ أصحح الخطأ اللي هو اللي موجود معاه تعالوا نشوف النقطة الأولى يرد للمقاول يرد للمقاول قيمة التأمين المحجوز على الأعمال يرد للمقاول قيمة التأمين المحجوز على الأعمال فور صدور شهادة التسليم الابتدائي يرد للمقاول قيمة التأمين المحجوز على الأعمال فور صدور شهادة التسليم الابتدائي صح ولا غلط؟ أنا أقول له صح يا أجل صح؟ مرافع ليه؟ طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية يحق للجهة الإدارية يحق للجهة الإدارية تعديل كميات عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 20% لكل بند يعني من حق الجهة الإدارية أنه يتعدل العقود بتاعتها ديه بالزيادة أو النقص ممكن أزود أو أنقص في حدود 20% صحة ولا غلط؟ هنقول له لا هنقول له الإجابة غلط الإجابة غلط ليه أستاذ؟ لأن العشرين في المية دي مش عشرين في المية الصح بتاعها إيه؟ في حدود هنكتب الإجابة بتاعتي واروح معدل الخطأ بتاعه وأقول له إيه؟ يحق للجهة الإدارية تعديل كميات عقودها بالزيادة أو النقص في عدود كم في المية؟ 25% لكل بند لكل إيه؟ لكل بند طب تعال نشوف النقطة ثالثة لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظارف الفنية يعني إيه يا شباب؟ يعني إحنا حددنا تاريخ الجلسة جلسة فتح المظارف تمام؟ وبعد ما فتحنا المظارف وخلاص الناس بدأت تشتغل وتفرز المظارف ديت وتحدد أيهما أفضل عطاء أو أيهما أفضل مناقصة قدمت تمام؟ والناس هتبدأت تشتغل أنا رح تتنصحت جدهوت هو هقدم مثلا تظلم أو هاد إيه؟ لا هقول مثلا إن حصل مثلا فيه حاجة لا خلاص خلص فتح المظارف مش هيبص لحد إيه قدم ادعاء أو قدم تظلم خلاص خلصت رسع على سين أو صاد العطاء تمام؟ يبقى محدش هيبص لإيه لأي ادعاءات للمقاول بعد فتح لإيه المظارف كلام ده صح ولا غلط؟ تعال نشوف مع بعض كده لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إن أنا أقول إن فيه خطأ في العطاء بتاعي إذا قدم بعد إيه؟ بعد فتح المظارف الفنية صح ولا غلط؟ هنقوله الجابة طبعا إيه؟ أيوة صح محدش هيبص لأي إيه؟ أي تظلمات أو أي أي ادعاءات إن أنا أقول مثلا ده حصل كذا أو حصل خطأ في العطاء بتاعي لا محدش محدش هيبص إيه بقى صح اللي جابها بتاعتي لا يلتفت محدش هيينظر لأي ادعاءات أو محدش هيهتم بإيه؟ لأي ادعاءات أو أي أسباب هتتقدم بعد كده تعال نشوف النقطة اللي بعد كده أربعة يحق للمقاول تعديل إيمة عطاءه أو سحبه بعد بد بص بقى بعد بد عمل لجنة المظاريف كلام ده صح ولا غلط؟ يعني حضرتك الناس بدأت تشتغل وبدأت تفتح المظاريف بتاعتها تمام التمام وبعد جدوة هتيجي تقول ليه؟ لا ده أنا افتقرت حاجة ممكن ممكن بعد ما حضرتك وإن أنتوا قدمتوا مثلا المظاريف ممكن أروح مثلا معدل في العطاء طب ما أنت ممكن تكون مثلا إنت إيه؟ عرفت مثلا من سين أو صاد أنهم قدم عطاء مثلا إيه؟ بخمسة مليون وإنت حضرتك مقدموا مثلا بخمسة مليون ومئتين فأنت عايز تعدله عشان تنقص العطاء ويرسع عليه إبقى ده وتلاعب يبقى أنا من المفروض يا بشماندس إن أنا محدش للمقاول ما ينفعش إن أنا بعد ما يتم عملية بعد عملية فتح المظاريف إن أنا من حقي إن أنا أسحب العطاء دوت أو أعدل فيه لا يجوز يبقى تعالى مع بعض كده وت صحي ولا غلط إنه ترك مربع يحق للمقاول المقاول عنده حق كده وت إنه هو يعدل قيمة عطاءه أو يسحبه بعد بدء عملية عمل لجنة المظاريف صحي ولا غلط هنقول له طبعا الإجابة غلط يبقى الصحي بتاعي يا بشماندس نبص مع بعض كده وت هنقول له الصحي بتاعها برضو أنا أعيد لك الإجابة بس أنا مميز لك اللي إيه نقطة صغيرة هي اللي إيه اللي طلعت الإجابة دي تقول لها غلط اللي هي قال لك إيه بشماندس الإجابة الصحي يحق للمقاول تعديل قيمة عطاءه أو سحبه قبل يعني من حقك إنه أنت تعدل أو تسحب العطاء بتاعك قبل قبل إما الناس تتعب وتعد إيه تشتغل وكلام دو تمام اللي بيحصل والمجهود اللي بيحصل تمام من حقك إنه أنت تسحبه بس إيه قبل قبل بدء عمل لجنة المظاريف تمام يبقى الإجابة بتاعتني يا شباب غلط والتعديل بتاعها أو الصح بتاعها بدل إما هي بعد بدء عمل لجنة المظاريف هتبقى إيه قبل بدء عمل لجنة إيه المظاريف تعالى ننتقل لنقطة جديدة يقوم مدير يقوم مدير المشروعات بإختار الذين رست عليهم المناقصة في خلال مدة تتجاوز عشرة أيام يعني بعد إما لجنة فتح المظاريف بدأت تشتغل تمام وخلاص ورست على أقل تكلفة وأجوة خامة وأجوة شغل وأجوة مواصفات تمام خلاص إحنا رسينا ده على المواصفات ده ورسينا على البند ورسينا على العتدة هنبدأ نبلغ مين اللي رسي عليه العطاء في مدة قد دي بعد إما خلصنا المرحلة دي هنبدأ نبلغ الناس في مدة هو جايبها لي هنا في السؤال بيقول له عشرة عشرة أيام لا يا باشماند ده هو في خلال أسبوع في خلال إيه يا شباب في خلال أسبوع تعالى يبقى الإجابة بتاعتنا الإجابة بتاعتنا خطأ يقوم مدير المشروعات باختار الذين رست عليهم المناقصة في خلال مدة تتجاوز إيه في خلال مدة تتجاوز العشرة أيام يبقى الإجابة بتاعتي خطأ يبقى الصحة بتاعها في خلال مدة لا تتجاوز سبعة إيه سبعة أيام ورابو عليك تعالى بقى لنقطة جديدة رقم ستة في حالة إلغاء المناقصة في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات في حالة إلغاء نركز مع بعض ونشوف هو طالب إيه من السؤال تمام ونشوف الكلمات الصغيرة ممكن تكون السطر كله أو السؤال كله صح بس هي كلمة صغيرة ممكن زي ما زي ما تعرضنا لها قبل كده قبل أو بعد مثلا في خلال هنشوف ونركز ممكن ليقول لي لا يجوز أو لا يحق لا هي ممكن يحق يبقى كلمة لا ديت هي اللي غيرت مضمون السؤال كله أو غيرت الإجابة بتاعت السؤال بدل ما يبقى صح لا بقيت غلط يبقى احنا نركز على الكلمة واللفز هل هو كاتب لي لا يجوز طب هو هو يجوز ولا لا يجوز يحق ولا لا يحق نركز في الحاجات الصغيرة اللي ما بين السطور تعال نشوف مع بعض كده هو التانير ونرجع لسؤالنا في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات يرد سمن كراسة الشروط للمقاول صح ولا غلط ها صح يا شباب في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات يرد سمن كراسة الشروط للايه للمقاول صح ولا غلط الإجابة بتاعتي خطأ لأن هي ايه لا ترد لا ايه لا ترد ماشي يبقى هنقول الإجابة بتاعته أو الصح بتاعي في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات لا يرد يبقى شوفت هو شلك المتلاء هاي لا يرد سمن كراسة الشروط للايه للمقاول النقطة نقطة اللي بعد كده إذا لم يقم صاحب العطاء إذا لم يقم صاحب العطاء بأداء التأمين النهائي يحق للجهة الإدارية الغاء العقد مش احنا اتفقنا مع بعض إن احنا إزباك جدية بدفع قيمة تأمين اسمه تأمين ابتدائي قدره 2% لما يرسع علي العطاء بروح مكمل الـ 2% ديت وروح دافع عليها 3% يبقى المجموع بتاعي 5% بنسميه تأمين نهائي هل المقاول لو ما دفعش المقاول لو ما دفعش القيمة ديت يا شباب من حق الجهة الإدارية الغاء العقد طبعا لو ما دفعتش القيمة ديت يبقى أنا من حق إن أنا الغاء العقد يبقى الإجابة بتاعتي صحيحة يبقى صح إذا لم يقم صاحب العطاء بأداء التأمين النهائي يحق للجهة الإدارية الغاء العقد تمام تعالى للنقطة بعد كده يحق للمقاول نقل المواد يحق للمقاول نقل المواد والمعدات التي تورد للموقع بغرض تنفيذ الأعمال بدون موافقة بدون خلنا نركز بدون موافقة كتابية من مهندس المالك من مهندس إيه؟ يعني المالك جايب لي إيه؟ أنا مش هتعامل مع المالك اللي هو صاحب الأرض أو صاحب المشروع لا ده أنا هتعامل مع المهندس اللي هو جايبه المالك هل ينفع إن أنا أنقل المواد اللي هي الخامات بتاعتي والمعدات اللي أنا هشتغل بيها أو أنقلها للموقع بغرض إن أنا أبدأ تنفيذ الأعمال بدون موافقة كتابية من مين؟ من مهندس المالك اللي جابها صحة ولا غلط طبعا هنقوله غلط طب الصحة بتاعي لازم أحصل على موافقة كتابية لازم أحصل على موافقة كتابية يبقى بس كدوة السؤال كلهو اتكرر زي ما هو بس حطيت لك في الإجابة بتاعتي الصحيحة في الأول خالص إيه؟ لا يحق للمقاول نقل المواد لا يحق للمقاول نقل المواد والمعدات التي يتورد للموقع بغرض تنفيذ الأعمال بدون موافقة كتابية من مهندس مين؟ المالك طب تعالي نشوف النقطة اللي بعد كده لا يجوز للمقاول تغطية أي أعمال أو حبها قبل موافقة مهندس المالك صح ولا غلط ما يحقش للمالك إنه هو يغطي الشغل اللي هو نفزه قال ل بعد إمتى؟ قال ل بعد إما يجيب مهندس المالك ويبص على الشغل اللي تم تنفيذه يعني مثلا أنا عملت بندل إيه؟ بندل حفر وبدأ بعد إما بدأ إيه؟ بعد إما عملت بندل حفر هجيب مهندس المالك يستلم يستلم إيه؟ القاعد الحفر بتاعه أو بندل حفر بتاعه عمتاً تمام؟ ويستلموا على الإده والميزان وتمامي تمام وأفقي كل الشغل بتاعي تمامي تمام بعد إيه دواتي يا باش مهندس هعمل الخرصانات بتاعتي أصبح الخرصانات بتاعتي وأطلع على وش الأرض طيب ينفع إن أنا أروح رادم بقى عشان مثلا إيه؟ المهندس المالك ده ما يشوفش اللي أنا بعمله أو ما يشوفش مثلا البند من البنود اللي هي إيه؟ اللي هي موجودة في الأرض دي أروح دافن الشغل بتاعي يعني مثلا من المفروض بعد إما بخلص الخرصانات بتاعتي يا شباب بروح عامل قبل إما بغطي الشغل ده بروح عامل طبقة طبقة عزلة للرطوبة بقى عزت حد بقى على المئول وتنصح حالية باش مهندس هروح دافن الشغل ده عشان إيه؟ ييجي آه ده أنا عملت خرصانة خرصانة عدية وخرصانة مسلحة وتلقيت برقاب العمدان وبعد جهوات عملت لك العزل والدنيا تمام تمام وروح تردمت لا يا باش مهندس ارفع الكلام دوت وعريلي كل الكلام ده عشان يشوف بعناي يبقى لا يحق ليه المئول إنه هو إيه شباب إنه هو يغطي الأعمال قال لبعد إيه قال لبعد موافقة مهندس المالك يبقى اللي جابة بتاعتي صح لا يجزل المئول تقطية أي أعمال أو حجبها تقطية أو إنه إحنا إيه نغطيها قبل موافقة مهندس المالك يبقى اللي جابة بتاعتي صحيح طيب تعالى بقى بعد جدوة نوتل رقم عشرة يجوز القشط أو المح في جدوة الفئات يعني أنا عملت لك جدوة الكميات يا باش مهندس عملت جدوة الكميات يعني فيه طول وعرض وارتفاع وضربت الطول في العرض في الارتفاع تلعت للكمية ممكن أروح جايب الموسك ده هو ترقشتها واروح معدي للكلام ده الكلام ده هو غير صحيح أو أروح مثلا جايب الكوريكتور مثلا واروح معدي ايه اروح معدي للرقم ده ماينفعش ولا قش ولا مسح ولا كوريكتور ولا مزيل ولا أي حاجة ماينفعش تعديل في أي أرقام كلام ده بإيه بإيه لازم أن يتعدل بين أول و جديد وما يبقاش فيه قش لو حصل قش يبقى فيه تلاعب وفي إيه عمليات نصب يبقى بتحسر يبقى يجوز القشط أو المح وفي جدول الفئات لا يجوز يا بش مهندس اللي يبقى الإجابة بتاعتي لا يجوز القشط أو المح في جدول الفئات تعالى ننتقل لنقطة رقم 11 لا يجوز لمقدم العطاءات حضور فتح المظاريف يعني أنا قدمت العطاء من حق إن أنا أحضر فإيه جلسة فتح المظاريف آه من حق إن أنا أهل أشوء أعد وأشوف في الجلسة وأحضر الجلسة بتاع فتح المظاريف من حق يا بش مهندس تمام طيب يبقى الإجابة بتاعتي هو قال لي السؤال إيه لا يجوز لمقدم العطاء حضور فتح المظاريف لا يبقى الإجابة بتاعتي خطأ إيه الصحة بتاعها يجوز لمقدم العطاء حضور فتح إيه حضور فتح إيه المظاريف أو حضور فتح جلسة إيه فتح المظاريف يبقى الإجابة بتاعتي يا شباب الإجابة بتاعتي خطأ الصح ايه يجوز لمقدم العطاءات حضور فتح الايه المظاريف نقطة رقم 12 يسحب العمل من المقاول اذا اخلي باي شرط من شروط العقد صح ولا غلط ده اكيد مش محتاجة اي بند من البنود او اي اي حاجة هو عملها غير مطابقة لشروط العقد يبقى انا من حق ان انا اسحب الايه العمل يبقى الاجابة بتاعتي صحيحة تعالى نشوف بقى حاجة جديدة من خلال دراستك لحساب الخامات والتكاليف من خلال دراستك الجزء بقى التاني اللي احنا اتكلمنا عليه احنا خدنا كده هوة الاسئلة وعايز الناس تركز على الاسئلة دي مهمة جدا 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 ماشي هننتقل للجزء التاني من المواصفات زي ما احنا قسمناها وقلنا اول حاجة مواصفات وعطاءات تمام الجزئية التانية حساب تسمين حساب خامات ويه وتسمين ازاي احسب الخامات اللي انا هنفز به العمل احسب مثلا الخامات هي تقديق عشان ما جيبش بالزيادة او ما جيبش نقص واحسب التكاليف بتاعتها قديق تعالى نشوف مع بعض كده مسألة مهمة وبطريق ما بيخلاش منها الامتحانات يا بش مهندس بيقول لي احسب الخامات والتكاليف اللازمة لبناء 200 متر مكعب جايبها لك موضحها لك فوق الميم قص ايه قص ثلاثة عشان مش شرط انه هو يكتبها ايه يجبها لي مكتوبة كده ما بينكسينه ويقول لي متر مكعب لا ده انا موضحها لك ابص كده عشان مفتاح المسألة ديت يا بش مهندس هل هي بالمتر المكعب ولا بالمتر المربع متقاسة هل الابعاد بتاعت ديت اتقاس بالمتر المكعب ولا بالمتر المربع يعني يا استاذ عاز برضو مفكر بعضينك ده متر المكعب يعني قص ثلاثة يعني ثلاث حاجات مضروبين في بعض طول في عرض في ارتفاع يبقى دوت اسمه متر ايه متر مكعب اما لما يكون متر مربع يعني ميم قص اتنين يعني حاجتين مضروبين في بعض يعني طول في عرض او طول في ايه في ارتفاع طول في عرض او طول في ايه طول في ارتفاع ده المتر ايه يا شباب ده المتر مربع يبقى انا هحدد القاعدة على اساس ايه مفتاح المسألة بتاعتها هل هو جاي بهالب المتر المكعب ونركز على المتر المكعب يا بشمانس ونجرب ايدينا على المسائل بتاعت المتر المكعب تعال نرجع مع بعضي كده احسب الخامات والتكاليف اللازمة لبناء 200 متر مكعب مباني من الطوب الرملي او الطوب الطفلي او الطوب الاسمنت او الطوب الوردي حسب عادي مقاس 25 في 12 في 6 بمونة الاسمنت والرملي بنسبة كام؟ بنسبة 300 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رملي لكل متر مكعب ايه؟ لكل متر مكعب رملي يبقى كل متر مكعب رملي هحط له قدية اسمنت يا شباب هحط له 300 كيلو جرام اسمنت الشقرة عندي 50 كيلو الشقرة عندي 50 ايه؟ 50 كيلو يبقى انا هحط على كل متر مكعب قدية بشمهندس هحط 6 شكاير هحط 6 ايه؟ 6 شكاير ما تتحكش علي وتجيب خمس شكاير مليانين وتجيب لي شكرة فاضية وتعدل الشكاير وتقول لي ايه ادي ستة شكاير لا انا عايز ستة شكاير وعايز متر مكعب رم طيب يا باشمان تعال بعد جدوات يا محترم علما بان سمن الالف طوبة ميتين وتمانين جنيه كلام ده ايه الاسعار ده افتراضية ممكن تكون زي ده ممكن تكون ناصة على حسب ايه يعني على حسب المسائل اللي بتجينا في الامتحال علما بان سمن الالف طوبة ميتين وتمانين جنيه فاصلة سمن طن الاسمانت تلتمية وخمسين جنيه فاصلة سمن المتر مكعب رم لستين جنيه ومصنعية المتر الواحد بمية وعشرين جنيه ونسبة استهلاك العدة والارباع كم في المية عشرين في المية كل الكلام ده احنا شرحناه في الاول بوضوح وسنة سنة وعرف وفصصنا كل كلمة ده معناه ايه تعال نشوف بعض جهوات الحل بتاعنا هنحلها ازاي المسألة ديت يا بش مهندس اللي هي مخمصاشة درجة مثلا هنقول له الاجابة وهنقسمها لأول خطوة حساب الخامات والتكاليف اللازمة عشان اعمل قدي مباني ميتين متر مكعب مباني طيب النوتة فين يا بقى استاذ اللي انا هشتغل من خلالها اللي حضرتك هتبقى حافظها قلت له يا بش مهندس ايه المتر الواحد بيحتاج لي كم طوبة؟ ربعمية وخمسون طوبة ويه المتر الواحد بيحتاج قدي رمل ربعمتر مكعب رمل طيب ونسبة الاسمنت قالك ايه قالك متر رمل اللي هي الـ 25% ديت هضربها في نسبة الاسمنت المعطف التمرين اللي هو هيداني في التمرين لو انا رجعت للمسألة بتاعتي هلاقي ان هو جايب ليه؟ بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 300 كيلو جرام ايه اسمنت يبقى النسبة اللي هشتغل بيها الاسمنت دي كام؟ 300 سبتة؟ لا ده ممكن تبقى 350 وممكن تبقى 250 يا استاذ طيب تعال نشوف بعد جدوات هو قال لي ايه؟ الاسمنت هعمل ايه في الاسمنت؟ كمية الرمل اللي هي 25 من 100 اللي هي الداة بتاعة الرمل بتاعي تمام؟ مضروبة في نسبة الاسمنت المعطف اللي ايه في التمرين اللي ايه 300 او 350 مش هاخد الاسعار لا ده انا هاخد النسبة بتاعة المونة طيب تعال بقى رصتي اول حاجة هقول له الطوب الطوب يا باشمهندس هقول له يساوي المتين دي جات منين؟ الكبية اللي انا هنفزها دي يا باشمهندس متين متر يبقى المتين فيه المتر بيحتاج كم يا باشمهندس ايه يا استاذ ناصر؟ قال لي بيحتاج ربعمية وخمسين ده المتر الواحد ربعمية وخمسين يبقى المتين متر يبقى كم يا باشمهندس تسعمية طيب ال300 طيب انا عندي مش 3 متر ولا 4 متر ولا 5 متر ده انا عندي 200 متر وكل متر بيحتاج كم طوبة؟ ربعمية وخمسين يبقى الربعمية وخمسين في 200 تمام؟ هيطلع ليه رقم واصفار كتير طيب التوب بيتباع بالالف يا استاذ يبقى نقسم على الالف بيساوي 90 ألف ايه؟ 90 ألف طوبة طيب سعر الالف طوبة الواحدة بكم عشان ايه؟ يبقى انا عشان انفذ 200 متر مقعب مباني يبقى انا عايز 90 ألف طوبة عرفنا لايه؟ الكمية بتاعت الخمة بتاعت اللي انا هشتغل به عشان انفذ 200 يبقى انا محتاج قد ايه طوب محتاج 90 ألف طوبة طيب سعر الالف مدوني كام؟ او انا نزلت سألت في السوق لقيت السعر السعر الالف طوبة عامل كام؟ لان الطوب بيتباع بالالف اللي بيتباع بـ 280 الالف والوحدة طيب انا هو انا هشتغل ألف وحدة؟ لا ده انا هشتغل تسعين ألف يبقى انا هضرة بالتسعين في 280 هيطلع لي بكام؟ 25 ألف ومتين يبقى انا حضرتك كده هو الراجل المقاول ده وهو نزل بالجلبية في جيب اليمين كدهوات يا باشماندس 25 ألف ومتين عشان الفلوس ما تلغبتش وتخش في قلبي بعضيها يبقى انا في جيب الجلبية اليمين معايا 25 ألف ومتين جنيه بتوع ايه يا أستاذ ناصر؟ قال لك دولة دول بتوع سعر سعر الايه؟ فلوس الطوب خلاص كدهوات نركنهم على جنب طب تعال نشوف هو انا هجيب طوب بس وهلزق كدهوات او هرصوا مع بعض لا الخامة التانية اللي انا هحتاجها الرمل الرمل بيساوي المتين المتين جات من ايه يا أستاذ؟ الكمية اللي انا هشتغلها قال لي متين طب لو جابها لي في الامتحان 300 يبقى انا هشيل المتين وهحطي مكانة كام؟ 300 او 500 متر او 700 متر طيب المتر الواحد بيحتاج قدقى رمل في النوتة في الداتة اللي انا جيبها لك من فوق ولازم انت بقى حافظها قال لك المتر الواحد بيحتاج قدقى 25 طب اهو انا هعمل متر واحد قال لك لا انت هتعمل 200 متر يبقى المتين في 25 من مية بيساوي 50 متر مقعب رمل متر ايه يا أستاذ؟ الرمل دي ايوا الرمل دي بتتبع بالمتر بالمتر ازاي؟ بيتيجي على الصندوق بتاع العربية بيتقسوا للصندوق وعرض الصندوق وارتفاع الصندوق تضربهم في بعض يبقى المية؟ يبقى العربية دي طول الصندوق مثلا الاتنين وعرض الصندوق مت وارتفاعه 50 اضرب طول الاتنين في الواحد في الخمسين يطلع لك المكعب بتاع العربية دي العربية دي بتشيل 6 متر ولا 4 متر ولا 12 متر ولا 8 متر انت بتكعب الصندوق العربية بتاعك وبتبقى انت عارف عشان ما يتحكش عليه طيب يرجع ونقول الرمل يبقى المتين في الـ 25% بتساوي 50 متر مقعب رمل اضربها في سعر المتر الواحد اللي انا نزلت وسألت عليه في السوق قال لي بكام بـ 60 جنيه يبقى انا اضرب الـ 50 في 60 قال لي 3000 جنيه يبقى كده وقت يا بشماندس 3000 جنيه ديت عشان في لوس سغنونة يبقى المقولة هيحط في جيب الجلبية اللي فوق ده السغنن لهم ليه 3000 ويبقى امميزهم وعارف ان هي دية فلوس مين فلوس الرمل طب تعالى بقى الـ 2 دولت هيتلزقوا مع بعض بالـ ايه بالأسمنت طيب الأسمنت هيحتاج قدية بشماندس قال لك المتين في 75 المتين ديك ايوة كمية الاعمال اللي انا هنفزها 200 في الـ 75 ديك جات منين يا أستاذ مش احنا قلنا القاعدة هنضرب ايه كمية الرمل الـ 25 من 100 اضربها في نسبة الأسمنت اللي هو هيداني في التمرين تعالى بصي كدهات انا جيبالك على جنب بوفي الهامش 25 من 100 ليه نسبة الايه نسبة الرمل اضربها فيه نسبة الأسمنت اللي هي 300 كيلو جرام هيطلع لي بكام بـ 75 كيلو جرام أسمنت 75 ايه يبقى عرفت الـ 75 دي جات منين اهيد الـ 75 طب الـ 75 دي دي اقسمها على 1000 ييه يا أستاذ قال لك هو الأسمنت بيتباع بالكيلو الأسمنت يا أستاذ ناصر بيتباع بالكيلو قال لك لا دا ما بيتباعش بالكيلو دا بيتباع بالطن يبقى أنا لازم أنا حول الأسمنت من الكيلو من الكيلو جرام للطن يبقى أنا هقسم على إيه هقسم على ألف يبقى بيساوي 15 طن أسمنت يبقى مش هتطلع 15 كيل لا ده هتطلع 15 طن أسمنت طيب سعر الطن الواحد بكام يا عام قالك 350 طيب أنا هحتاج أديه 15 طن والطن ب350 أضرب الـ 15 في 350 هيطلع لي بخمس إيه أيوة بخمس سلائق 50 جنيه تمام كده طيب يبقى في جيب الجلبية الشمال كدوات الليه 50 طيب بعد جيبات يا بش مهندس يبقى في جيب الشمال بتاع الجلبية الليه فلوس الليه الأسمنت طيب نجمعهم مع بعض جيبات يبقى أنا مجموعة تلك جيوب بتاعي عامل كم يا بش مهندس قالك إجمال سمن الخمات اللي أنا هحسبها تلاتة وتلاتين ألف وربعمية وإيه ربعمية وخمسين جنيه يبقى أنا خمات بس الوحديها تمام عايز مجموعة تلك جيوب تلاتة وتلاتين ألف وكام تلاتة وتلاتين ألف وربعمية وإيه وخمسين جنيه طيب أنا جبت الخمات دي ورح تحطتها قدام باب البيت طيب مين اللي هجمع للخمات دي يت مع بعض ويلزقها لي ويجمع للشقة اللي هي الخمية بتاعتها 200 متر مكعب مباني مين اللي هجمع الصناعية قالك الصناعية تعالى ننتقل كده هو يبقى الخطوة التانية الخطوة التانية مع بعض حساب أجور العمال خطوة التانية حساب أجور العمال اللي هي المصنعية طيب هو جايب للمصنع مصنعية المتر الواحد 120 جنيه هو جايبها لك في المسألة مصنعية المتر الواحد كام 120 جنيه طيب هو أنا هعمل متر واحد لا ده أنا هعمل 200 متر يا بشمهندس يبقى المتين ديت يبقى 120 120 120 يبقى 120 في كم مرة قالك في المتين يبقى المصنعية المتين متر مكعب مباني بالساوي 200 متر أضربها في المتين جنيه اللي هو سعر المتر الواحد تلعلك كام تلاقي لي 24 ألف جنيه تلاقي لي كم يا باش مهندس طبعا الجلبية كدوة فاضية تمام نبدأ نجمع فيها فلوس ثاني لان انا جبت الخامات وخلاص وصرفتهم نبدأ نحط ايه نحط فلوس من اول وجديد يبقى فلوس الصناعية وهم شغلين تمام عايزين كم 24 ألف جنيه طيب بعد جوات يا باش مهندس يبقى انا عشان اوصل للمرحلة دي ان انا اجمع فلوس الخامات اللي طلعت كم 33 ألف وربعمية وخمسين الخامات لوحديها 33 ألف وربعمية وكم وخمسين طيب والصناعية قالك 24 ألف جنيه يبقى اجمالي اللي اتنين يبقى لازم ايه اعرف اجمالي اللي اتنين مع بعض اجمعهم مع بعض دول يعملوا لي كم اقول له اجمالي ثمن الخامات والمصنعية الخامات كانت كم 33 ألف وربعمية وخمسين طيب ويه المصنعية طلعت بكم ب24 ألف 24 ألف جنيه يبقى اجمعهم على بعض يا باش مهندس اللون الاولان هو اللي هو سعر الخامات واللون التاني اللي هو سعر المصنعية جمعتهم على بعض العلم بينهم زائد تلعب كام قال لي 57.450 جنيه يبقى انا عشان اوصل لمرحلة الصناعية ويعملوا للشغل ده باشماندس عايزين كام 57.450 طيب انا مش فاضي ورايع الشغل انا مش فاضي او ما عنديش دراية وعايز الناس زيت تشتغل وتنجز الشغل على افضل ايه على افضل حال طب اعمل ايه باشماندس اروح جايب مقاول المقاول ده حتى لو جاري مش هيقعد يتبع العمال كدهوت ويه اللي لو لوطن او محبة لا هيقول لي لا نسبة الارباح بتاعتي اللي انا هقعد ورائب العمال وهجب لهم العدد بتاعتهم ولو عد مثلا السرعت او القصرت انا ليه نسبة على الكلام ده عشان لو حاجة نصت يبقى من النسبة بتاعتي ابدأ اجيب الايه الحاجة ايه العدد اللي نقصة او او حق وانا قاعد طيب تعال نشوف كده وقت يا باشماندس اسألك ايه اجمال سمن الخامات والمصنع يتلع كام 57400 وكم وخمسين طيب رقم ثلاثة استهلاك العدد والارباح اللي ايه نسبة المقاول كام ايوه عشرين في المية هنقول له يا باشماندس السعر النهائي او الاجمال النهائي لخص الخامات والمصنعية تلع كام 57450 الرقم ده قبل ما تشيله من على الا الحزبة هتروح ضربه في كام في النسبة المقاوية اللي هو هيدهلك بتاعت المقاوية اللي هي العشرين في الايه العشرين في المية يبقى 57450 هتضربها في عشرين وتقسمها على كام تقسمها على مية تلعت بكام بـ 11490 جنيه حدار ايه ايوه 11490 يبقى المقاول هو قاعد عايز المبلغ دو لوحده بس يبقى اجمالي التلات خطوات اجمالي التلات خطوات هيطلع بكام اجمالي سمن المصنعية ونسبة استهلاك اول حاجة المصنعية ونسبة استهلاك العدد والارباح ماشي للمقاول اللازمة لعمل 200 متر مكعب مباني هتطلع بكام يا بشمونت اجمع 57450 زائد 11490 اهي 57450 زائد 11 11490 هيتطلع بكام بـ 68000 68000 900 940 يبقى ده اجمالي اجمالي خمات اجمالي خمات ومصنعية اجمالي خمات ومصنعية وايه ومقاول طلع بكام يا بشمونتس عشان انفس كام 200 متر طب لو قالك بقى بعد كل كلام ده قالك طلع لي سعر المتر الواحد واقف عليك خمات ومصنعية خمات ومصنعية ومقاول هتعمل ايه حضرتك تاني انا طلع عندي انا طلع عندي 68940 طلع عندي التوتل ده او النتج ده نتيجة ايه نتيجة تنفيذ 200 متر مكعب مباني خمات ومصنعية خمات ومصنعية ومين والمقاول عشان انفس ايه المتين متر طيب لو قالك بقى يا بشمونتس احسب لي المتر الواحد هيقف عليك بكام خمات ومصنعية ومقاول يبقى السعر اللي طلع ده اللي هو 68940 هتقسمهم على المتين متر هتطلع لك سعر سعر المتر الواحد واقف عليك بكام طب تعال نشوف مسألة تانية او حاجة تانية تمام نفس الخطوات بتاعتنا بس محسوبة بالايه بالمتر المربع بالمتر ايه يا شباب ونشوف خطواتها عايزين نضمن درجة السؤال ده مهمة جدا تعال مع بعض كده ننتقل سؤال جديد بيقول لي احسب الخمات والتكاليف احسب الله انت هتعيد تاني وهنقعد بقى نعيد لا تعال نكمل ونشوف احسب الخمات والتكاليف اللازمة لبناء خمسين متر مربع الميم هنا فوق الميم هنا ايه قس اتنين يبقى بالمتر الايه بالمتر المربع مباني من الطوب الرملي مقاس خمسة وعشرين في اتنشر في ستة بمونة الاسمنت والرمل قال لك بنسبة تلتمية تلتمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مقعب رمل علما بان ثمن الالف طوبة هنا بكام قال لك ميتين وعشرة وطن ثمن طن الاسمنت تلتمية جنيه قال guy ثمن المتر مقعب رمل مئة وعشرين جنيه ومصنعية المتر الواحد ميتين جنيه هناك كانت المصنعية كانت عاملة كام مئة وعشرين هنا المصنعية ميتين جنيه نسبة السهلاك العدة والارباح كم في المية عشرة في المية عشرة في ايه هناك كانت كم عشرين هنا لا قالك هنا يا بشمانس انا راجل قنوع هاخد ايه نسبتي عشرة في المية طب تعال انشوك دوات الحل بتاعنا اول خطوة ايوا مقسمين الخطوات بتاعتها اول حاجة حساب الخامات والتكاليف اللازمة لتنفيذ ايه خمسين متر مربع مباني هنا الكمية كام خمسين متر مربع ايه مباني طيب الداتة هنا او الدنوتة هنا هتختلف عن المتر الايه عن المتر المقعب هناك كان المتر المقعب بيحتاج قدية شباب في المتر المقعب بيحتاج المتر الواحد في المتر المقعب بيحتاج قدية طوبة ربعمية وخمسين نسبة الرمل كانت كام خمسة وعشرين من مية طيب والاسمنت كنا بنقول ايه نسبة الاسمنت بندرب نسبة الرمل اللي هي الـ 25 من 100 اللي هي ربع متر مقعب اضربها في مين؟ في نسبة الأسمنت اللي هو مداني في المسال هنا بقى بالنسبة للمتر المربع قالك المتر الواحد بيحتاج كم طوبة؟ 60 قالب أو 60 طوبة طيب والرمل 3 من 100 رمل 3 من 100 متر مقعب رمل 3 متر 3 من 100 متر مقعب رمل الأسمنت كمية الرمل اللي هي نفس الخطوات اللي أنا عملتها في المتر المقعب برضو هعملها في الأسمنت بس هضرب هضرب كمية الرمل كام؟ 3 من 100 أضربها في نسبة الأسمنت اللي هيديها لي في التمرين أو في المسالة تعال نقول نفس الخطوات اللي أنا اشتغلتها وعدتها أول حاجة طوب الكمية اللي أنا هنفزها أديه 50 هذه الخمسين هي نزلت زي ما هي طيب لو هو جابها لي 100 متر هشيل الخمسين وحطي مكانها 100 أو 200 أو 500 على حسب ما يجيبها لي في الايه؟ في الامتحال واضربها في المتر الواحد من غير الكلام ده مش هتعرف تحل المسالة من غير معرفتك بيه احتياجات المتر الواحد بيحتاج قد طوب ورمل واسمات مش هتعرف تحل المسالة طيب المتر الواحد بيحتاج كم طوبة؟ 60 أو أنا هعمل المتر واحد لا ده أنا هعمل ايه؟ 50 خمسين مرة خمسين متر مباني هنفزها بيبقى أنا هحتاج ايه؟ هحتاج في المتر الواحد 60 طوب يبقى 60 60 60 كم مرة؟ 60 50 مرة يبقى الخمسين في 60 وأضربها على أو متأسف أقسمها على الألف هيتلع بكام؟ ب3000 طوبة 3000 ايه؟ طب سعر الألف الواحدة بكام يا باش مهندس قالك بـ 210 يبقى أضرب بالتلاتة في الـ 210 تلعي لي بكام؟ 630 جنيه يبقى أنا كده في الجيب اليمين معايا كام؟ 630 جنيه طب تعال بقى نشوف القطوة اللي بعديها رمل نفس الكلام بيتكرر بس أنا ايه؟ الكمية والخمات اللي ايه؟ احتياجات المتر الواحد تمام؟ شلت شلت كمية اللي ايه؟ حطيت الرمل اهو تمام؟ الكمية اللي انا هنفذها كام؟ نزلتها زي ما هي 50 أضربها فيه المتر الواحد بيحتاج قديه رمل 3 من 100 التلاتة من 100 دي اضرب مضروبة في الخمسين بيطلع لي بمتر ونص متر وإيه؟ نص رمل واحد ونص متر مكعب ايه؟ رمل طيب المتر أنا سألت عليه في السوق عمل كام؟ 120 يبقى واحد ونص في 120 تلقى لي ب180 جنيه 100 وإيه؟ محطوط في الجيب الصغرنا تمام؟ طيب تعال نشوف كده كده مع بعض الأسمنت قالك بيساوي الخمسين اللي ايه؟ كمية الأعمال اللي انا هنفذها الخمسين طب هناك كنا بنضرب في 75 يا أستاذ هنا ضربنا في 9 طب ضربنا في 9 ليه؟ تعال مع بعض جوات نشوفها قالك الثلاثة من مية النوتل اللي انا جايبها لك فوق كمية الرمل اللي ايه؟ الثلاثة من مية مضروبة فيه نسبة الأسمنت المعطف التمرين اللي ايه كام تلتمية لو جابها لي تلتمية وخمسين يبقى هضرب الثلاثة من مية في تلتمية وخمسين جابها لي ميتين وخمسين اضرب الثلاثة من مية في ميتين وخمسين يبقى الثلاثة من مية مضروبة فيه التلتمية بيساوي تسعة كيلو جرام تسعة ايه؟ هو الأسمنت يا أستاذ هيتبع بكيلو نوزين القدوة وان ايه وزاك اننا وقفين في السوبر ماركت لا يا بشمانز احاول من الكيلو المين للطن لان الأسمنت بيتبع بالايه؟ بالطن يبقى انا ضربت الخمسين في التسعة وعرفنا التسعة جاءت من ايه؟ خمسة واربعين من مية طن أسمنت خمسة واربعين من مية طن ايه؟ أسمنت اضربها فيه سعر الطن الواحد بكام؟ بثلاثة مية جنيه يبقى انا ضربت الخمسة واربعين من مية في تلثمية طلعت بكام؟ مية خمسة وثلاثين جنيه طيب يبقى هنقوله ايه؟ أيوا عايز هعرف إجمال التلات ايه؟ التلات خمات اللي انا هاجيبهم دولة يبقى انا هقوله ايه اجمال سمن الخمات 945 جنيه يبقى انا معايا عشان انفز 50 متر مربع مباني يبقى انا عايز خمات بس الوحد ديها 945 جنيه طيب تعال بقى جبت الخمات وحطتها مين اللي هجمع للخمات ديها ايوة زي ما اتفقنا كده في المسألة العدد او السابقة اجمال سمن الخمات عشان انا انتقلت من صفحة لصفحة 945 جنيه حساب اجور العمال حساب اجور العمال اللي هي المصنعية هتطلع بكم يبقى بما ان مصنعية المتر واحد ميتين جنيه يبقى هنقوله مصنعية 50 متر مربع بتساوي 50 في متين بتساوي كام ايوة بتساوي 10 تلاف جنيه طيب هنقوله اجمال سمن الخمات والمصنعية جامعة 945 اللي هو تكلفة الخمات زائد المصنعية اللي هي العشرة تلاف بتساوي كام 10945 جنيه يبقى عايز احسب ايوة اللي هو ايه استهلاك العدة والارباح تلعت بكام اخد العشرة 945 الرقم اللي هو مكتوب على الالة واروح ضربه في كام في 20 في المية طب قال لي مثلا 10 في المية او قال لي مثلا 30 في المية او قال لي 15 في المية اروح جاي يا باشماندس اروح ضربها في النسبة بتاعتي اه ده في المسألة بتاعتي معلش متأسب هي المسألة جايبها لي ايه 10 في المية يبقى انا العشرة 945 هضربها في عشرة وقسمها على الايه على المية بتساوي هتطلع بكام ايوة 1094 1094 ونص طيب اجمعها على العشرة 945 يبقى انا هقول له اجمال سمن المصنعية اللي هي تلعت 10945 زاد نسبة السلاك العدة والارباح تلعت بكام ايوة 10900 ايه الالف 1450 ونص تمام اجمعهم على بعد هتطلع لي بكام يا باشماندس ايوة برافع ليه كام يا شباب الاجمال المصنعية ونسبة السلاك هيتطلع 12 39 ايه ايوة 39 ونص طيب وكده للأسف هنكمل ان شاء الله في الحلقة السابقة وتمنى ان احنا نكون غطينا جزء كبير من مادتنا من نهاردة تمام وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله وللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته